هنبدأ على طول بالسؤال الأول السؤال من كوكو يحيا بتقول أو بيقول بقى معرفش كوكو بقى أم ولا أب ولا يمكن هو اسم الطفل بنتي عندها سنة المفروض تمشي إمتى عندها سنة المفروض تمشي إمتى هي بتحبي وبتقف وطلعت اتنين سنة فوق واثنين سنة تحت طيب مبدئيا بداية تعلم مهارة المشي بتكون بين عمر سنة إلى عمر سنة ونص خدتوا بالكم وقلت إيه بداية التعلم لأن فيه فرق ما بين بداية تعلم المهارة وبين اتقنها فاهمين قصدي طبعا لما بنتعلم السواقة غير لما بنطقن السواقة لما بنتعلم لغة غير لما نطقن اللغة فاهمين لما حضرتك كده وانت بتتعلمي للطهي غير بعد كده لما بقيت خبيرة وهكذا الطفل كده برضو في مهارة المشي أو في كل المهارات بداية المهارة حاجة واتقانوا للمهارة حاجة تاني عشان كده أنا بقول لكم عمر بداية المهارة عند الطفل بخصوص المشي ما بين سنة وسنة ونص يعني من سنة إلى سنة ونص ما بقاش متأخر في عوامل بقى بتتعلق ببداية مهارة المشي عند الطفل يعني فاهمين قصدي يعني إيه بقى طب إلي خلي طفل يمشي عند سنة أو يخلي طفل يعني يبدأ المهارة عند سنة أو إنه يمشي عند سنة ونص مثلا أول هذه العوامل هو التسنين مش أنتوا تسمعوا أهالينا الكبار دايما كانوا يقولوا الطفل لما يسنن هيمشي متأخر فاهمين قصدي على فكرة الجملة اللي بتتقال كده هي ملحوظات على فكرة يعني أهالينا كان عندهم قدرة هائلة الحقيقة على الملاحظات وما يعرفوش إن وراء الملاحظة اللي هم بيقولوها دي نتيجة إن هم مركزين قوي بيبقى بعد كده بقى في حقائق علمية وراء الملاحظة دي فاهمين قصدي بها يعني هو كلامهم الحقيقة معظمه صح مش كله يعني بس هو معظمه صح فحكاية إن الطفل لما يسنن بدري يمشي متأخر دي آه يعني لما يسنن بدري شوية يمشي متأخر ليه؟ لأن مخزون الكالسيوم أو الكالسيوم الموجود عند الطفل الكالسيوم وفيدامين ده الموجودين جوه جسم الطفل مفترض إن هم يشتغلوا في اتجاهين بشكل متوازي إن الطفل يسنن وإن الطفل يمشي خلاص وعادة التسنين بيزبق المشي ففي أطفال مش باختيارهم يعني في أطفال تلاقي التسنين عندهم مشي أسرع يعني يبتدت تظهر الأسنان فيبقى مخزون الكالسيوم ده استهلك لغاية ما يبقى فيه بقى مخزون تاني من أكل الطفل ومن الحاجات التانية خلاص يبتدي إن هو وطبعا من الرضاعة وهكذا يبتدي إن هو يكون هذا المخزون علشان يبدأ مهارة المشي فهمته قصدي؟ في أطفال زي ما قلنا بتعمل الحاجتين مع بعض في أطفال تتأخر في التسنين فتمشي بدري دي برضو ملحوظة حلوة يعني ملحوظة صحة الطفل لما يتأخر في التسنين تلاقيه بيكون ده مؤشر إنه هيمشي بدري دي نقطة مهمة يبقى دي أول العوامل اللي بتتعلق بإنه الطفل يبدأ مهارة المشي قمت خلاص تاني العوامل الشيل المستمر الحملي يعني لما نحمل الطفل أو نشيله خلينا نقولها باللغة الدارجة أفضل يعني الشيل المستمر ده ما يخليش الطفل يمشي في الموعد يعني يبدأ المهارة بدري يبدأ عن سن سنة مثلا لأن الطفل أحيانا بيستسهل رغم إنه هو عايز يبدأ المهارة وعايز يتعلم وكل ده لكنه يعني لما بيلاقي راحة يعني اللي هو حد يلاقي راحة ويقول لأ يعني في أطفال كده النقطة اللي بعد كده هي المكان دي نقطة مهمة قوي المكان اللي موجود فيه الطفل لأنه في بيوت كتيرة قوي قوي في يعني شوق كتيرة قوي الحقيقة بيكدسوا القطع الأثاس أو العفش يعني بيبقى في كل حتة وأساس حجمه كبير وعجاز فالطفل مبقاش عنده مساحات أصلا للحركة خلاص يعني ممكن مبقاش عارف ياخد كده يمين شوية ويكسر شمال شوية عشان يعرف يطلع من الكنبة ولا عشان يطلع من الكرسي ولا يجيب وراء شوية عشان يتفادل الترابيزة بتاعة الصفرة الكبيرة أو النيش أو الحاجات دي كلها يعني لازم برضو إحنا نراعي هتقولولي طب يعني هنعمل إيه؟ لأ تعمله لازم تعمله لازم فعلا تخلوا تغيروا من جغرافية المكان لما يبقى عندكوا طفل صغير بيتعلم ماشي أمان هيتعلم ماشي فين هناخدوا برة هناخدوا شقة تحدي تاني هنتعلم ماشي فلازم يلاقي مساحة عشان يمشي فيها دي نقطة مهمة غيروا وضع الكراسي وغيروا وضع الصفرة شوية ورجعوا حاجات لورا واستغنوا عن حاجات أو يلغوها أو ودوها قوضة تانية المهم أن الطفل يلاقي المكان اللي أغلب الوقت الطفل بيكون موجود فيه لازم يلاقي فيه متسع من المساحة يعني أنه يبدأ المهارة دي من الحاجات برضو اللي بتفرق قوي مع الطفل أنه يبدأ مهارة الماشي عنده عمر سنة يعني في الأول خالص بشي احنا قلنا هي ممكن تبقى سنة أو سنة ونص وما بينهما يعني هي مش سنة يا سنة ونص يعني ممكن سنة وشهر سنة وشهرين سنة وثلاثة بس الناس بتفرح وبتحب لما يلاقي يعني لما تلاقي ابنك أو بنتك يبتدى هيتعلم الماشية هو تبقى حاجة مبهجة يعني بس أنا بقول لكم بقى فيه عوامل بتأثر في الموضوع ده زي ما قلنا التسنين والمكان وهكذا الخبرات والتجارب السابقة برضو بتفرق مع الطفل قوي يعني أن الطفل التجارب السابقة يعني مش أنه مشي في زمن آخر لا أنه مثلا جرب يمشي فمثلا بعد الشر بعد الشر مثلا اتخابط أو وقع وقع اتواجع فيها شوي أو أنه مشي ولقى نفسه يعني جرب كده ولقى نفسه حلو يعني أنه هو عرف يسند على الكرسي ده وعى الكرسي ده فالآه دي تجربة دي قرارها تاني بسهولة ما خافش منها التجربة والخبرات السابقة بتفرق قوي في الحكاية دي خلاص كمان مستوى الكالسيوم في الدم بيفرق جدا وفيه فرق ما بين يعني المستوى الكالسيوم ومستوى فيتامين دي يعني الاتنين مهمين ترجمة نانسي قنقر